اشتركوا في القناة وفي اطار توجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى منتزمة بتنفيذ السياسات الاستراتيجية الرامية الى تنويع مصادر الدخل التي تسهم في تحقيق المردود الاكبر على الصعيد الناتج المحلي والاستدامة المالية والاستخدام الامثل للموارد جاء ذلك لدى مشاركة معاليه في عمله الملتقى الحكومي 2017 وترأسه الجلسة النقاشية الأولى التي شارك فيها عدد من اصحاب المعالي والسعادة الوزراء وتناولت المحور الاقتصادية والمالي والبنية التحتية وفي مستهل مداخلته توجه معالي الشيخ خالد بن عبدالله بجزيل الشكر والتقدير الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر على تفضل سموه برعاية هذا الملتقى الذي يعد اهم حدث وتجمع سنوي على مستوى حكومة البحرين والى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على مبادرة سموه لجعل هذا الملتقى منصة يشتمع خلالها كبار المسؤولين مما يمكنهم من معرفة الواقع ورسم المستقبل واضح معالي ان الحكومة الموقرة كانت ولا تزال تتخذ الاجراءات اللزمة وعلى مدار ثلاث دورات ميزانية من اجل مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف المالية ومنها بدء الحكومة بنفسها في ضبط وترشيد النفقات وهذا ما يتجلى في موافقة اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد على تشكيل ست فرق لمراجعة وخفض المصروفات المتكررة في الوزارات والجهات الحكومية وساهمت اغلبها في تنفيذ مبادرات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتحقيق وفورات لتقل عن ثلاثين بالمئة كما قدم سعادة السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير وشؤون مجلس الوزراء عرضا تناول آلية وضع تطلعات لبرنامج عمل الحكومة 2019-2022 كما عقدت ثلاث جلسات نقاشية واكد سعادته على أهمية عقاد هذا الملتقى الحكومي لما يجسده من تواصل بين مختلف قطاعات الحكومة للتشاوري وتبادل الأراء حول البرامج والخطط والاستراتيجيات المشمولة في برنامج عمل الحكومة ووضع أسس لبرنامج عمل الحكومة لسنوات مقبلة وقد استعرض سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء آلية وضع برنامج عمل الحكومة المقبلة لعام 2019-2022 مشيرا إلى أن برنامج عمل الحكومة يطمح لتحقيق توجيهات سمو رئيس الوزراء المقر وسمو ولي العهد ليجعل المواطنة محور التنمية وأساسها لتحقيق كل ما فيه الخير والرخاء لمملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك المفدى حافظه الله النسخة الثانية من الملتغى الحكومي تنعقد هذا العام تحت شعار رؤية وتنفيذ برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وبموادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب الغائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء يعتبر هذا الملتغى واحداً من الاجتماعات رفيعة المستوى التي تجمع القادة وصناع القرار والموظفين التنفيذيين في حكومة مملكة البحرين تحت سقف واحد وذلك لمناقشة القضايا والتحديات الرئيسية والتوجهات المستقبلية لتعزيز وتطوير كفاءة الإنتاج وجودة الأداء في إطار العمل الحكومي الموحد الذي يتفق مع رؤى وتطلعات مملكة البحرين كما ويمثل الملتغى الحكومي الذي بدأ تنظيمه العام الماضي علامة نجاح عكست التوجهات الحكومية ورؤيتها التنفيذية لكل البرامج والمبادرات التي وضعتها وفق التوجهات السامية لحظرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة لتحقيق مزيد من التطور والنماء في كل القطاعات وخاصة المرتبطة بتعزيز خدمة المواطن كمحور أساسي في البناء التنموي هذا وتضمن برنامج المؤتمر إلى جانب جلسته الافتتاحية عددا من الجلسات النقاشية وفق محاور مختلفة تستند إلى برنامج عمل الحكومة كما وتناول محاور متعددة وورش عمل تتطرق إلى ما تم إنجازه من برنامج عمل الحكومة 2015-2018 بالإضافة إلى التوجهات القادمة أسهم الملتقى الحكومي في تعزيز أداء القطاع العام وفق أعلى درجات التنسيق التي أسهمت في تحقيق الأهداف الموضوعة خاصة ما يتصل منها بتجويد الخدمات الحكومية الموجهة إلى المواطن ومختلف القطاعات التنموية ومواصلة الجهود نحو تطوير المخرجات والتعامل مع التحديات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر